أرست شركة أراد لتطوير العقاري عقداً للمباشرة في بناء أول مدرسة في مشروع الجادة الواقع في قلب الشارقة الجديدة بقيمة 220 مليون درهم وستستقبل مدرسة سابس الدولية الجديدة طلبتها في شهر سبتمبر 2021 وستكون عضواً في شبكة سابس العالمية المرموقة والتي تتولى إدارة وتشغيل فروع مدارس الشويفات الدولية حول العالم وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسم رئيس مجلس إدارة أرادة يمثل التعليم المرموق وفق أعلى المعايير العالمية إحدى الميزات الاستثنائية التي توفرها الجادة لسكانها في هذا المجتمع العصري المتكامل وهذا ما دفعنا للشراكة مع مؤسسة سابس العالمية للخدمات التعليمية وأضاف أن المدرسة الجديدة تجسد التزام أرادة تجاه التعليم النوعي والذي يمثل بدوره أحد أهم القطاعات في إمارة الشرقة كما يضمن موقع الجادة الاستراتيجي بجوار المدينة الجامعية في الإمارة توفير أفضل المرافق التعليمية لأبناء القاطنين في المشروع ترجمة نانسي قنقر